السلام عليكم ورحمة الله ألام بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنزخة بالوطن المغربي وكأس إفريقيا للأمم بطبع الحال هيبنا نتعرف على اللاعبين الـ 16 لممكن يكونوا احتياطين بطبع الحال في كأس إفريقيا للأمم وحتى المنافسات اللي هي كبيرة بطبع الحال المنافسات اللي كبيرة احنا في 1 دوجنبر طبع الحال يوم 1 دوجنبر بالمناسبة ليوم أكلا بالمنزخة بالوطن المغربي السنة الفاسة مع كندا باش كنا تصنب حصة هدفين مقابل هدف هدف الأول حاكم زيار الهدف الثاني ديوسف النصيري وكانت صرفت واحد الهدف ديوسف النصيري كذلك اذا ونيف أكرت كانت شجل على المرمى دينا ذلك الهدف الواحد ديال كندا اذا ما تشل لي كاين اذا اللاعبين الـ 16 اللي ممكن يكونوا احتياطين في كأس إفريقيا للأمم الآن نقنعرف 11 لاعب اللي يلعب وتحط إفريقيا عا تسمح بـ 27 لاعب اللي حي طرعوه وممكن شوفوا شد الحراس 14 لاعب بطبيعة الحال على مقاعد الإحتياط ديال المنتخب الوطني المغربي في هدمون فاسة الكبيرة ديال كأس إفريقيا للأمم اللي يو هدمون فاسة اللي هي كبيرة بطبيعة الحال وعن بدأوا باب الحارسين بطبيعة الحال بأول واحد يول مهدي بن عبيد حارس فريق الجيش الملاكي 25 سنة تسكوي المغربية من خيرة الحراس اللي كان بطبيعة الحال ديال فريق الجيش الملاكي هعرف إن حنا الجيش الملاكي والمشوار الكبير للموسم اللي فات تشوي جاب البطولة المغربية وهذا الموسم كذلك تحسن المركز الأول صحبت الرجاء بعشرين نقطة وكندرك يتنهى اللقاء يوم الجمعة 8 ججمبير مع المغرب الفاسي على الساعة الرابعة مساء بطبيعة الحال وكندرك مدينة فاس بطبيعة الحال إذا المهدي بن عبيد اللي كان حارس كبير صراحة في الموسم اللي فات كندر في فريق الفسح الريباطي بطبيعة الحال عم شهوا الحارس الآخر اللي هو المونير المحمدي بعد المهدي هذا المونير المحمدي بطبيعة الحال 34 سنة من الحراس الجيدين بطبيعة الحال �지 نحو أخ ورقم جو خلي المنتقر بقى حارس عالمي بطبيعة الحال ومنونير المحمدي告 حارس كبير حارس متميز صراحة من الحراس الكبار صراحة Guerra مونير المحمدي حالي صراحة من الطيراز الرافع صراحة تكون اسباني اه مشيونا من خط الدفاع اللاعب الاحتياطين اه المهدي بنعبي تكون مغربي المحمدي تكون اسباني مشيو اللاعب اخر لو تكون مغربي بطبيعة الحال خط الدفاع اللي هو جود لياميق اللاعب الوحدة السعودي هدو لا المحمدي بطبيعة الحال ولا اه المحمدي كان معنا في المنديل بنعبيد ما كانش ولياميق كان معنا في المنديل بطبيعة الحال اه اه بنعبيد كان احتياطي اه ما كانش معنا في المنديل محمدي ل 33 سنة الطابع الطابع خطة ومعرف على مستمرات الحواهج كما يخص اذا اشرف طريق اللاعبين اللي يوم انتميزين صراحة تكاد نوع البيضاء ودفا في طبيعة هالو وفي الاحتراف كما قد نقوله ما تمشي الموسم بزيان صراحة في فارق بريس ومشيوا اللاعب الرقم الخامسة اللي هو عبد الكبير عبقار اللاعب بي بورتيبو اره بس باللاعبين الذين لم أكن معنا في المنزيل تابعة الحال بعد الزائف بشكل Toyota القطري الآن بضكارت المخطرب ها إلى بعد المنزيل بأسفال بالتعطور förstaه قالت عطبل من اللاعبين انه هو أيضا من اللاعبين ممكن يكونوا جيدين بنفس الحال من المنزخب الوطني المغريم ي place Vallh id لكن أليس هنا معنا في المنزيل في عặبخرا 29 سنة ضعي الأيمن لز accumulation من اللاعبين بطبيعة الحال لناجحين فارق الويداد لبيضاويو كمنتخب الوطني المغربي باقي ما تتعططوش الفرصة دياله بطبع الحال الكاملة لان المدارب والدرق يباقي ما تمشي يشارك ديال العلود حتى دقيقة واحدة ملعبش ملعب ولو لدقيقتين واحدة مع المنتخب الوطني المغربي بطبع الحال بتيب لعب رقم السبعة ليوهي حي اعطيها طلاعب الويداد لبيضاوي لاعبين لاعبين جيدين ديال فارق الويداد لبيضاوي لاعب صراحة قيمة كبيرة فارق الويداد لبيضاوي من ركائز ديال فارق الويداد لبيضاوي صباح يحي عطيها طلاعب بطبع الحال الملكة واعدر ديال فارق الويداد لبيضاوي صراحة من نجم الكبار ديال الويداد لبيضاوي واحدة دلمنتخب الوطني المغربي وخوة لاعب احتياطي في المنتخب الوطني المغربي بطبع الحال ليو يحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ويجبه لأنه لقاء ليبرية كان لقاء صعي بزات صراحة نمشي للاعب رقم تسعود عبد الحاميد الصابري خلزة وسامل موهم وسامل عزوزي هوب ولم يكن اسمنا في المنظر. وعبد الحاميد الصابري كان لعب الحائد الصابري كان معنا في المنظر الأعب الى، وعنديه سبع وشين هبت يكون ألماني. كيبقى من خيرة الأوراق الرابحة اللي كانوا صراحة معنا في المنزل دي القاطع لعب طريقة جيدة صراحة لعب الحامد الصابري اللي لعب لقاء كندا كأساسي كفغياب سليم أم الله لعب الصابري كأساسي دي اللقاء إذا الصابري لعب جيد صراحة للمنتخب الوطني المغربي من اللائحة ديونيو ما شاهدناش في المنتخب الوطني المغربي مشوا اللاعب رقم 10 بيل الخنوس 19 سنة لعب البطولة البرجيقية بطبيعة الحال سكويد برجيقي من العناصر المهمة وخوح سياطي كان معنا في المنزل ولكن من العناصر المهمة في المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال 1 دي جمبر وكأس إفريقية قرب يكون من الأوراق المزيانة في كأس إفريقية اللي عيب الطرقين 13 يناير بطبيعة الحال كانت نحو 42 يوم يومية قصب عدنا على تكأس إفريقيا ما بقيلوش بالسافة لأيام بش يبدأ بطبيعة الحالات المنافسات الكبيرة والكبيرة بزده في اللاعب رقم 11 اللي هو اللاعب عبد آمير ريشاريسون كانت نحو 21 سنة باللاعبين بطبيعة الحال اللي مكانش معنا في المنزل آمير ريشاريسون الآن هو اللاعب المنتخب الأولمبي من اللاعبين بطبيعة الحال الجيدين اللي بغينا أقوله بطبيعة الحال ديال ديال المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال من اللاعب الجيدين في اللاعب رقم 12 الآن اللي مكانش معنا في المنزل تكون الفرنسي في حال نفحل امير ريشارد يصل هو امين اضل لي لعب. يا لبر كوزن الارماني ثلاثة عشرين سنة سكون فرنسا modelling بخير اللاعبين ديال منتهل الوطني المغربي والمقابلة الاخيرة. ديال المنتخب الوطني المغربي صراحة. اللي عنده مميزات كبيرة بطبيعة الحال في منتخب الوطني هال مقابلة الاخيرة إلا مقابلة طنزانيا اللي مابانش بوحد المسويه اللي هو كبير صراحة ماشproduction نكونوا منطقيين امين عدلي مباش مشي مستوى كبير باللقاء تنزانيا اللي انا ذا كوزنا بجوج للإصابات الاسفر هذا وضد المرمضي المهدد حاكيم جياش مشيوا لاعب رقم 13 وامين عدلي مكانش معنا في المنديل مشيوا لاعب رقم 13 اللي هو عبت الصامة زلزولي اللي كان معنا حتياتي في المنديل القاطري 21 سنة لاعب كلاعب في الريال بيتز الإسباني كيبقى واحد لاعب كبير صراحة في الموسم اللي فات لمع أوساسونة ولا مع المنتخب الأولمبي في كأس إفريقيا قل من 23 سنة بطبيعة الحال اللي لاعبين بطبيعة الحال الجيد نو عبت الصامة زلزولي ولكن اللي باقي كانت أنهم النشيء الكتير صراحة اللي مهم في المستوى يمكن يكون بطبيعة الحال مشيوا لاعب رقم 14 آمين حارية لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي آمين حارية ليوم اللي لاعبين بطبيعة الحال اللي ممكن ينشحوا بطبيعة الحال مع أموروا الأيام اه كتار وكتار في المنتخب الوطني المغربي حتى الان باقي ما عمشي شي حاجية كبيرة بشنا نكونوا منطقيين في المنتخب الوطني المغربي امين حاريز شفناه كاساسي في لقاء تنزانيا هذا اللي فات بابنش بدك المستعوى اللي ويقولنا كانت منه انه امين حاريز maintaining بابن子 ولكن يبقى لاعب لقصة ضرورة يكون معك في المنتخب الوطني المغربي بطبع Atlanta مش اللاعب ما قبل او ما كانش معنا في المنط vomontTube طبعية الحال امين حاريز ما كانش معنا كانت حتياطة معنا في المنضيون ومشيوا عند لعب اي الكعب اللي مكنش معنا احتواه في المنضيون لعب اولمبياكوس اليوناني لعب اللي اللعب الجيد موجمال لعب متوسط المتتاوى صراحة في شهر اوكسوبر اللي فاتش جلجج الاهدف مع المنتخب الوطني المغربي مقابل الودية امام كورديور وفي المقابلة بتغير الحرارة الرسمية امام ليبيري اللي قلنا تصنع بلسال صغر ومشيوا اللاعب اللي كان معنا في المنضيون كحتياطة اللي ما عملش شي حاجة كبيرة اللي هو اللاعب عبدالرزاق عمد الله لعبتي حاد جدة السعودي صراحة اللي كان مطلب جناهير كبير بزه ولكن صراحة اللي ما عملش شي حاجة كبيرة في المنضي العلحة احنا جوجد لوائح ما شاهدناش فيه حاملو لا لائحة اكتابرة ولا لائحة نومبر اخر لائحة كانت لائحة له ولي قم فيها وما كانش اصلا اللعب في لقاء البوركينفاسو كان عنا لقاء واحد وكان في لائحة يونيو كان لقاء واحد او شوت واحد لمعنى بمعنى الكلمة امم الرأس الاخضر لقاء اللي قلنا عدنا انزاك بزير والزير وكان حتى اللقاء جانوة افراقية فجانوة افراقيا ما كانش اتخاذ وكاننا دا اخر اللقاء دياله مع المنتخب الوطني المغربي واللقاء الرأس الاخضر لانا ذاك كنا تعدلنا بحسات زائرة لزائرة بطبيعة الحال اذا عبد الرزاق حمد الله كيف قام حج الاسم لي ومزيان صراحة في الامدية ولكن في المنتخب تقيم اعطاش شي حاجة اللي هي كبيرة باش نكون متتفقين على هذه النقطة هذه وعدو تنين وثلاثين وقريب من ثلاثة وثلاثين سنة كان ضمن او لا لا ما كانش كون لانه كان ضمن ثلاثة وثلاثين لان كان ضمن باقي عنده اثنين وثلاثين عام لان احنا شاء الله اليوم واحد في اثناش فاتشكر جميع الناس اللي هتبعوا معنا هاد الفيديو من الاول الى الاخر شكرا لكم والى اللقاء والى فيديوهات مقبلة